السلام عليكم. ان شاء الله هنشوف مع بعض كده مراجعة شريعة بش الكيسة اتشو بي ايليت ديشك اه تمنمية جي وان. الكيسة دي من من الكاش الممتازة جدا اه واللي اشبتت اه كفائتها في الفترة الاخيرة. الكيسة اللي موجودة حاليا هي اه 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 تمنمية جي وان. فيه من نها ستمية جي وان بش الموديل اللي هو تمنمية جي وان اعلى من الستمية جي وان. هتعرف الموديل من لين? هتلاقي هنا مكتوب على الكيسة هنا. تمام? في الجنب كده هتلاقي هنا ايه اتش بي ايليت تمنمية جي وان. تمام? ده كده بالنسبة ليه الموديل بتاع الايه الكيسة. من المميزات اللي بتتميز بيها الكيسة ان انت تقدر تركب فيها برشويسر كور اي سري كور اي فايف اه كور اي سيفن. تقدر تعدل فيها براحتك اه لحد الجيل الرابع. تمام? الكيسة بتشيل معاك برشيسرات الجيل الرابع. كور اي فايف والكور اي سري خلشانين حاليا. تمام? المتوفر حاليا اللي هو جيل رابع. جيل الرابع اعلى بكتير من الكور اي سري الجيل التاني والتالت. تمام? عشان بس ايه الناس اللي بتقول ان البرشيسر ده مالوش اه يعني مالوش لازمة وكده لا. انت بتبوش للجيل بتاع البرشيسر. اهم حاجة عندك جيل البرشيسر الموجود حاليا بنش ام جي تلاتة امتين وعشرين. تمام? فيها اه مخرج اوديو. فيها مخرج للمايك. عندك مخرجين اا يو اس بي اا يو اس بي سري. تمام? عندك مخرجين اللي هو وعندك الدي فيدي رايتر. تمام? الكيسة المتوفرة حاليا ديس كتوب. تمام كده جماعة? تعالي كده ند عليها ناجرة شرعة من ورا. اا فيها اا مخرجين اا واحد للموس واحد للكيبورد بس اللي هم اللي بي اشتو. تمام? اا في عندك ست مخارج يو اس بي هنا. عدا عندك اربعة. في منهم يو اس بي سري كمان. وعندك هنا اتنين. وعندك كارت اللان. وعندك مخرج الفيجا. وعندك كمان مخرج اوديو ورا. عندك كمان لو انت عندك شاشة بتشتغل اا على كابل اا ديش بلاي? هتقدر توسل الكابل بتاعها هنا. تمام? واحد من دول. تمام كده يا جماعة? تعال كده نفتح الكيشة. اول حاجة هتفتح الغطة بالطريقة دي. هتلاقي فيه افل هنا. تمام? هترفعها الفوق كده. مجرد ما ترفعها الفوق هتلاقيها بدأت تفتح معك. تمام? ده ما احنا ملاحظين كده. تمام? ده شكل الكيشة من جوه. تأكد ان الليبل بتاعكمك موجود على الفانة. تمام? هنها فانة البروشيشر. البروشيشر هنا موجود تحت لشكل التبريد. تبريد عالي جدا. كيشة تتحمل معك تتغل معك اربعة وعشرين شاعة. ممكن تشغلها شيرفر بالمناسبة. ننجل على اون بالشيرفر? فيها اربع اماكن للرامات. فيها مخرج لكارت الشاشة البيشو او ايكس بريش. تقدر تركب فيها كارت الشاشة خارجي. ده مكان الدي في دي. عامل زي الدي في دي. الخش باللاب توب. تمام? وده مكان الهارد ديسك. الهارد ديسك بتحطي ازاي? ده جماعة ساكل الهارد. تمام? زي ما احنا شايفين. كلها هاردات اوريجنال. آآ هي الشمية في المية. ما فهيس اي مشاكل. ولا عليها اي باتشكتر ولا اي حاجة. تمام? بركب بالطريقة دي. تمام? كده الهارد. كده الدي في دي. كدر تتحكم فيها. يعني ممكن تشيل الآآ زي ما احنا شايفين كده. ممكن تشيل دي كده. عسان بس ايه? اه? لو عايز تركب هارد تاني ممكن تركب هارد تاني تحت الدي في مكان هنا كمان فاضي هنا. وممكن كمان تركب هارد تالت. يعني ممكن تركب تلات هاردات. مش مجرد بس هارد هاردين اتنين. طب فيه كمان مكان هنا فاضي. تحت الهارد هنا. اهو. يمكن هارد هنا وهارد هنا وهارد هنا. يمام? فيها ممتازة جدا. تعال كده نشوف ندي نجرة شريعة كده على الباور سابلويت. جاي ما احنا شايفين داتا كلها هو البيانات مكتوبة على الباور. طبعا باور اوريجنل مية في المية. فولت بتاع هو متين واربعين وات. لو بش كده هتلاقي الاتش بي. الموديل. الاتش بي موديل نمبر اه متين واربعين وات. بيستحمل معاك يشتغل على الكهرباء الضعيفة. مش محتاج منك انت تجيب استابلايزر. ولو عندك انت استابلايزر ومنظم كهرباء. يبقى يفضل برضو. ده كده يا جماعة بالنسبة ليه الكيسة يعني بسكل شريع كده. الكيسة طبعا كرت الشاشة بتاعها اه انتل اتش دي. تمام بيشغل معاك اه علعاب البيس لحد بيس سبعتاشر. لو عايت تشغل اعلى من كده هتركب كرت الشاشة خارجي. اه متوفرة برامات اتنين. وارب متين وخمسين جيجا. اه بروسوسور جير رابع تلاتة متين وعشرين. الكيسة دي موجودة في كومك تكنولوجي. بشعر تسعامل جنيه. معمول عليها عرض مؤقت ب900 جنيه. وقبل للتعديل انت تقدر تعدل براحتك. عاية تركب رامة اربعة جيجا براحتك. عاية تركب هارد خمشومية اجولايك. عاية تركب هارد طيرة براحتك. اللي انت عايزه تقدر تركب فيه براسوتر كور اي فايف. كور اي سيفن. آآ كور اي فايف جير رابع براحتك. تكبلوا تحيياتنا. مشكورين للمتابعة. شكرا لكل عملائكم اك. السلام عليكم. اشتركوا في القناة